بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات لنستكمل حديثنا حول موضوعات برنامج إنس بيسك طبعا في السابق تعرفنا على أداة الريديو بوتون اليوم سوف نتعرف على بعض الأدوات لتطبيق حساب العمر فتابعوا معي هذا الشرح كما تعرفتم في السابق على طريقة تحميل البرنامج وفتح البرنامج إما عن طريق إبدأ أو التوجه إلى إقونة البرنامج على سطح المكتب اليوم بإذن الله سوف نتعرف على طريقة كيف تنشر تطبيقات الأجزاء الذكية والتي تحتوي على تاريخ اليوم أو حساب العمر أو الفترة الزمنية معينة سوف نتطرق في هذا التدريب إلى دالة برمجية مهمة وهي دالة الديت وهي دالة الوقت وأيضاً الدوال التي تقوم باستخدام بحساب العمر بالنسبة للسنوات والشهور والأيام أيضاً فتابعوا معي هذا التدريب طبعاً سوف أوضح مبدئياً أول مرحلة من مراحل الكتابة في برنامج إنس بيسيك سوف نقوم بداية في مرحلة التصميم وإضافة الأدوات التي نحتاجها في هذا البرنامج بداية سوف نضيف بعض الأدوات التي نحتاجها على سبيل المثال أدات الليبل سوف نقوم بإضافة أدات الليبل كما تشاهدون بعد ذلك نقوم بتعديل الخصائص لهذه الأداء نقوم بتعديل الخصائص بالنسبة للمحاذة تكون سنتر بعد ذلك نقوم بتغيير مسمى الأداء وهو المسمى المطلوب لديكم وهو لحساب العمر الأداء الأولى وهي تطبيق حساب العمر نقوم بتغيير التسمية لتطبيق حساب العمر كذا ضفنا المسمى للأداء الأولى أيضا نريد ونحتاج أداء أخرى من قائمة الأدوات وهي أدات الليبل لإضافة تاريخ اليوم لإظهار تاريخ اليوم كما فعلنا في السابق نقوم بتعديل المحاذة إلى السنتر وبعد ذلك نقوم بتغيير التسمية لهذه الأداء من تيكست كونتنت من ليبل نقوم بتغييرها إلى تاريخ اليوم تاريخ اليوم هو ونقوم بإضافة وتعديل على هذه الأداء أيضا نحتاج إلى أدات ليبل آخر لإضافة وتحديد تاريخ الميلاد ليعطيك مجال لتقوم بإدخال تاريخ الميلاد بالنسبة لبرنامج تطبيق حساب الأمر في هذه الأداء كما فعلنا في السابق نقوم بتغيير المحاذة إلى السنتر ومن ثم نقوم بتغيير المسمى من تيكست كونتنت من قائمة الخصائص وتغييره إلى أدخل تاريخ ميلادك وبكذا انتهينا من أول أداة لدينا التي هي أدات الليبل وأضفنا ثلاث أدوات للليبل للتسمية الآن نحتاج في مرحلة التصميم إلى أدات التكست بوكس أدات التكست بوكس نقوم بإضافة الأداء الآن وسوف نحتاج إلى خمسة تكست بوكس لإضافتها كما تعرفتم بالسابق طريقة إضافة الأداء من قائمة الأدوات الموجودة لديكم كما تشاهدون نقوم بالذهاب إلى أدات التكست بوكس ونقوم بإضافتها بداية نحتاج أول تكست بوكس لدينا وهو مقابل لتاريخ اليوم سوف نقوم بتعديل الخصائص الخاصة في التكست بوكس الأول ونضبط المحاذاة من قائمة الخصائص ليكون سنتر كما فعلنا في السابق في معادات الليبل الآن نقوم بتفريق هذه الأداء لأننا لا نحتاج فقط تظهر لنا التاريخ لليوم ونقوم بتثبيت هذه الأداء من قائمة الخصائص حتى تكون للقراءة فقط حتى تكون للقراءة فقط نقوم بالبحث عن أدات الريدي أونلي أو الخاصية الريدي أونلي كما تشاهدون أمامكم خاصية الريدي أونلي الموجودة في قائمة الخصائص نقوم بوضع وتغيير تكون true حتى read only عفوا للقراءة فقط لا يمكنك إدخال أي محتوى هنا وإنما البرنامج سوف نقوم بإضافة كود برمجي يقوم بإظهار التاريخ بشكل تلقائي لتاريخ اليوم بناء على النظام الموجود على جهازك سوف نقوم بمسح هذه المسمى من قائمة الخصائص نقوم بالتوجه عند النقرع الخاصية ومن ثم التوجه لمسح المسمى للموجود inter text here لا نحتاج إليه فقط يكون بشكل فارغ حتى يتسنى لنا إظهار التاريخ لهذا اليوم التكستبوكس الآخر الثاني لدينا سوف نقوم بإظهاره ويكون بجانب أدخل تاريخ ميلادك سوف نقوم بضبط الخصائص بالنسبة للمحاذاة مبدئيا ليكون في المنتصف center ومن ثم نقوم بتحديد الـ input type نوع المدخل نوع المدخل من قائمة الخصائص نتوجه إلى الـ input type ويكون النوع date اللي هو التاريخ يكون المدخل هو التاريخ ونقوم بتغيير التسمية للمربع النص الموجود أمامكم ليكون تاريخ ميلادك هنا تاريخ ميلادك هنا كذا ضبطنا الخصائص الخاصة في التكس بوكس الثاني الآن سوف نقوم بالاتجاه وإضافة التكس بوكس الثالث الذي سوف نقوم بضاح لماذا نحتاج التكس بوكس الثاني الثالث والرابع والخامس نقوم بإضافتهم وتغيير الخصائص الخاصة في التكس بوكس الثالث للمحاذاة center ونقوم بتغيير التسمية ليكون عمرك بالأيام عمرك بالأيام هذا الخاص بالأيام والرابع والخامس يكون للأشهر والأخير يكون للسنوات بنفس الطريقة نضبط المحاذاة ونقوم بتغيير التسمية لعمرك بالأشهر وآخيرا تكس بوكس الثالث في نفس الخصائص السابقة لتغيير المحاذاة ومن ثم تغيير المسمى ليكون عمرك بالسنين الآن سوف نقوم بإضافة أداة أخرى في السابق تعرفنا على أداة الراديو بوتون للاختيارات اليوم سوف نقوم بإضافة الشيك بوكس ليتسنى اختيار أي من هذه التكس بوكس الموجود أمامكم لتقوم بإضافتها للبرنامج نقوم بإضافة الشيك بوكس الأول ومن ثم نقوم بتغيير الخصائص الخاصة في هذه الأداة فقط نحتاج إلى الأوبشنز من قائمة الخصائص نقوم بالتوجه بعد تحديد الأداة نقوم بالتوجه إلى الخصائص ومن ثم التوجه إلى أوبشنز ونقوم بتغيير الأوبشنز الموجودة في الأداة هذا الأوبشنز كما تشاهدون أمامكم أعزائي الطلاب والطالبات ومن ثم نقوم بالنقر على النقط الثلاثة بعد ذلك نقوم بإضافة الاختيارات التي نود إضافتها في هذه الأداة على سبيل المثال لدينا ثلاثة اختيارات كما تشاهدون كل اختيار يوازيه بمربع نص يكون للأيام ويكون للشهور ويكون للسنوات نضيفها بهذه الطريقة لتعامل الأداة بهذه الطريقة يكون أيام ثم تضع فاصلة ومن ثم شهور فاصلة سنوات ثم نقوم بوضع موافق ليتم تغيير أداة الشيك بوكس بعد ذلك تقوم بمحاذات وموازنة كل مربع نص بما يوازيه في مرحلة التصميم كذا ضفنا الأدوات الثلاث الآن سوف ننتقل ونضيف البوتون اللي هو الزرة لتشغيل البرنامج نحتاج إلى زرين اثنان الزر الأول يكون خاص في عملية الحساب والزر الثاني يكون خاص في عملية المسح نقوم بتغيير خصائص الزر الأول بالتوجه إلى تغيير التسمية للزر الأول نقوم بتغيير الفالي والقيمة إلى احسب تغيير تسمية الزر ومن ثم نقوم بإضافة زر آخر لعملية المسح بنفس الطريقة نقوم بتغيير التسمية مسح وبكذا انتهينا من مرحلة التصميم للبرنامج هذه مرحلة التصميم بالإضافة بإمكانك تعديل بعض الخصائص لبعض الأدوات بإمكانك تضيف لون الخط والخلفية وأيضا الفورم الأساسي تقوم بإضافة بعض الألوان للبرنامج هذه مرحلة التصميم الآن سوف نتوجه إلى مرحلة كتابة الكود البرمجي كما تعلمتم بالسابق لطريقة كتابة الكود البرمجي يتم بأكثر من طريقة إما تحديد الأداء التي تود أن تعمل لها الكود البرمجي وبالنقر المزدوج تذهب إلى شاشة الكود البرمجي أو التوجه من خلال هذه الشاشة لتحديد صفحة الكود البرمجي سوف نقوم بتحديد الأمر الذي نود أن نفعله لزر إحسب سوف نقوم بوضع أمر عند النقر على إحسب يتم حساب العمر بالأيام وبالأشهر وبالسنين عند اختيار أي من هذه الشيك بوكس الموجودة أمامكم وذلك عند تحديد تاريخ ميلادك هنا عندما تقوم بإضافته نقوم بزر الفارة الأيمن Go to Event الحدث ماذا تريد أن يكون الحدث؟ الحدث الموجود الذي نحتاجه هو عند النقر الحدث هو عند النقر عند نقرك على إحسب يتم تنفيذ الأمر نقوم بتنفيذ On Click وتعني عند النقر وبالتالي يقوم بإعطائك البوتون الأول الذي حددناه ضع الكود البرمجي هنا للبوتون الأول سابق وعن قمت بكتابة الكود البرمجية حتى تتم العملية بشكل سريع وهذا هو الكود البرمجي للزر الأول وسقوم بإضافة فكرة هذا الكود البرمجي كما تشاهدون أمامكم بداية عرفنا أن تيكست للديت للتاريخ يتم بإظهاره هنا بالنسبة للتاريخ يتم إظهاره وعرفنا للتاريخ اليوم وعند النقر على البوتون الأول على الزر الأول عند النقر على الزر ماذا يفعل؟ البرنامج يتم بهذه الطريقة عرفنا قيمة المتغير البورن اللي هو لتاريخ الميلاد وعند التكس بوكس الثاني عند التكس بوكس الثاني كما تشاهدون أمامكم ماذا يأمر البرنامج؟ إذا كانت محدد التشيك بوكس الأول هذا هو التشيك بوكس الموجود أمامكم إذا كان تم تحديد الاختيار الأول الفاليو الأول فماذا يظهر لنا؟ يظهر لنا الديت اللي هو التاريخ تاريخ بالأيام يظهر لنا في التكس بوكس ثري تاريخ الأيام وهذا هو التكس بوكس ثري يظهر لنا تاريخ الأيام وعند اختيار القيمة الثانية في التشيك بوكس يظهر لنا ماذا؟ الام ترمز للمنث للأشهر يظهر لنا التاريخ بالأشهر عند النقر والاختيار لهذا زر للأشهر يظهر لنا التاريخ بالأشهر وعند النقر بالزر لليير هذا يعني رمز إلى السنوات فبالتالي يتم إضافة السنوات بهذا المربع هذا تفسير لمعنى الكود البرمجي بالنسبة لزر المسح الكود البرمجي الخاص بزر المسح سوف أقوم بإضافته بشكل واضح أمامكم بنفس الطريقة Go Event ونقل ويتم إضافة الكود البرمجي بنفس الطريقة عند إضافة الكود البرمجي Function Button To ما هو الأمر المطلوب لزر المسح Form Camel Reset مقصود فيه أن الفورم كاملا يتم عمل Reset للفورم كاملا يعني أي محتوى موجود في الفورم كامل يتم إعادة مسح جميع المحتوى ويكون الفورم جاهز أمامك وبعد ذلك Text Box 1 Value Date التي تعطيها لقيمة Text Box 1 لل Value Date التي بنفس الطريقة هنا هنا نوضحها أنه يعطي Text 1 كما تشاهدون لل Text Box 1 أعطي قيمة Date يعني فكرة الزر عند النقر عليه يقوم برمجيا بمسح محتوى الشاشة كاملة للبرنامج وتلقائيا يتم إظهار Text Box 1 لتاريخ اليوم كما هو في هذه الأداء هذه فكرة الكود البرمجي وهذه فكرة التصميم كاملا أمامكم كما تشاهدون أمامكم تعرفنا اليوم على طريقة برنامج حساب العمر بداية تعرفنا كيف عملية التصميم وقمنا بالتصميم كاملا لجميع الأدوات التي نحتاجها ووضحت لكم كيفية عمل البرنامج بالنسبة للكود البرمجي وإن شاء الله مستقبلا سوف تتعرفون على برامج وتطبيقات أخرى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد